منطقة مغوى في أقصى الجنوب الليبي في بلدية تراغن حيث المعادلة الصعبة في حياة الأهالي اليومية فكل مصعب الحياة في كفة وكون المنطقة غزيرة المياه وأهلها يبتزهم العطش يوميا في الكفة الأخرى لا لشيء إلا لأن مياه البئر الرئيسية والوحيدة للمنطقة والتي تم حفرها في سبعينيات القرن الماضي مياهها مالحة لا تصلح للشرب نعاني معاناة شديدة الحقيقة من مياه الشرب وهو البئر كما رأيتموه وهو محفور من الـ 74 وهو على حالته الطبيعية لم يتغير والخزان الذي هو خلفي كما تشاهدونه وهو متهالك من سبب الموية المالحة مما تسببت لنا في أضرار لسيمة من الأمراض سوى جلدية أو أمراض الحديد سبب في مرض الكلاوي يضطر أهالي منطقة مغوى للذهاب إلى مدينة تراغن يوميا يقطعون خلالها مسافة 30 كم للحصول على مياه عذبة ونقية من آبار المدينة أو محلاتها التجارية كما تعلمون بلادنا دولة نفطية غنية أو هذه حالنا كيفما تشحوه وناشدنا جميع الحكومات سوى الحكومة السابقة أو الحكومة هذه لم نرى أي تغيير على هذه الأرض نطالب ونحمل مسؤولية تامة لنوابنا في المجلس الرئاسي والمجلس النواب أنهم ينظرون نظر جادة الحقيقة مما نعانيه في هذه المنطقة ملوحة المياه تمثل المشكلة الرئيسية في سلامة شبكة المواسير لمنازل المنطقة فإما تراكم الأملاح والمعادن داخلها أو تلفها نتيجة تأكلها من الخارج معاناة جسدها أطفال المنطقة في مناشدتهم الجميع من أجل كوب ماء من المياه العذبة في كلمة واحدة